حجاج بيت الله الحرام ينهون مناسكهم في ثالث أيام التشريق ويتوجهون لطواف الوداع الأمم المتحدة تعلن مقتل خمسة ألاف مدني منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا الاتحاد الأوروبي يخصص مليار يورو مساعدات مالية إضافية لأوكرانيا السادسة بتوقيت القاهرة الرابعة بتوقيت الجنون نشطون إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بكم وكل عام وحضراتكم بخير نحو مليون مسلم ينهون اليوم أداء مناسك الحج في أجواء إيمانية وروحانية وذلك بعد تخفيف قيود فيروس كورونا التي اتخذتها المملكة العربية السعودية طوال العامين الماضيين لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك يوصل حجاج بيت الله الحرام أداء المناسك في ثالث أيام التشريك وأعلنت وزارة الحق والعمرة السعودية أن 90% من الحجاج أنه رمي الجمرات ضمن خطط التفويق وسينهي الحجاج نسكهم اليوم في ثالث أيام التشريك ويتوجهون بعدها للحرم لأداء طواف الودع وللمزيد يضم إلينا من الأراضي المقدسة مفادة تلفزيون المصري إلى هناك عبدالله بركات عبدالله يعني اليوم هو ثالث أيام التشريك ويتبقى طواف الودع حدثنا عن حال البعثة المصرية بالفعل الصحر اليوم هو اليوم الثالث من أيام التشريك وهو اليوم الأخير واكتمل بذلك رمي الجمرات وتوجه الحجاج الذين لم يكنوا متعجلين إلى مكة المكرمة وحتى هذه اللحظة ما زال الحجاج يتوفدون من ميناء إلى مكة المكرمة لأداء طواف الإفادة بالنسبة للحجاج الذين لم يكملوا طواف الإفادة أثناء أيام التشريك كذلك يمكن اليوم عاد بعض الحجاج في بدأة الجسر الجوي إلى القاهرة عاد بعض الحجاج من أنه مناسبهم إلى القاهرة في انتظار المزيد من الحجاج لإتمام أداء المناسك والخاصة بطواف الإفادة وطواف الإفادة هو ركن أساسي من أركان الحجاج عودة الحجاج كانت من الأمس مع المتعجلين عادوا إلى فناضق إقامتهم بمكة المكرمة واليوم اكتمل عودة باقي الحجاج إلى فناضق إقامتهم بمكة المكرمة وزارة الداخلية والمشرفة على بعض الحجة الرسمية كانت اتخذت العديد من الإجراءات وفي مقدمتها توفير حافلات للمتعجلين وكذا توفير حافلات للمتعجلين والذين لم يتعجلوا في رمي الجمرات كلها جاءوا إلى مكة المكرمة إلى فناضق إقامتهم القريبة والموجودة في محيط الحرب المكية الشريف يوصلوا أداء توافع الإفادة يمكن نحن منذ قليل كنا في الحرب المكية وكان هناك زحام شديد موجود وكان هناك تنظيم كبير من قبل السلطات السعودية فيما تعلق بقود حواجز في محيط الحرب المكية ووضع مسارات محددة بحيث لا يكون هناك تزحم كبير وبالتالي كمان تخصيص الصحن لتوافع الإفادة بالنسبة للحجاب وكذلك الطوابق الأخرى للتيسير عليهم فيما تعلق بطوافع الوضاع طوافع الوضاع بيتم قبل أن يقوم الحاج بالسفر مباشرة إلى القاهرة أو إلى أماكن العودة إلى الديار مرة أخرى بالتالي ذلك يتم للحجاج الذين ساعدون أما بالنسبة لبقي الحجاج فطبع هناك مدة معينة حددتها بعض الحاجة القرعة وهي 21 يوم بعد إتمام 21 يوم إقامة بين المدينة ومكة ينهي الحجاج يعني انتهى بذلك المناسك ويعودوا إلى أعضاء الوطن تباعا مع بداية اليوم يبدأ الحجاج المنقضة 21 يوم في العودة تباعا إن شاء الله تعالى إلى القاهرة وسط إجراءات بالفعل وخدمات تيسيرات استعرضنا على مدار الأيام السابقة للتيسير على الحجاج عودة سليمة بإذن الله مفدأ التلفزيون المصري عبدالله بركات من الأراضي المقدسة شكرا جزيلا لك استأنفت العيادات الطبية عملها بمكة المكرمة والتي تصل لإحدى عشرة عيادة طبية وذلك لتقديم الخدمات الطبية والتمريضية لهم على مدار الساعة وجاء ذلك بعد أن أنهى ديوف الرحمن أيام التشريق بميناء مدوجهين لطواف الوضع والله أحسن رعاية ربنا يبارك لكم ويسعيدكم الدنيا وأخرى أنت خدمتونا وشفت مصالحنا في المخيمات كنت وقفل لنا وفي ركوب العربيات حافظت عنا من الزحمة والعلاج ما فيش بعد كده شكر وثناء شكر لله لأداء فرضة الحج بطوم أنينة ويسر وثناء لما قدمه أطباء البعصة الطبية من جهود مضنية على مدار الساعة لتقديم الخدمات التشخصية والعلاجية بالوالوقاية كافة خلال الرحلة المقدسة فالبعصة الطبية المصرية استأنفت عملها بعد يوم التشرك الثاني بإيادتها بمكة المكرمة لاستقبال ضيوف الرحمن لتقديم الخدمات العلاجية والدوائية لهم على مدار الساعة إحنا عدينا عشان نتأكد من التزام الفريق الطبي اللي موجود والإينا كل الأطباء في جميع العيادات متواجدين وكان فيه عجز في بعض الأصناف من الأدوية فطبعا معنا فريق الصيدلة بصراحة اللي بيشتغلها مدار 24 ساعة ودى ووزع الأحيات اللي نقصة نواقص كلها موجودة دلوقتي حاليا في كل الأعيادات فالحمد لله كل الأعيادات فيها جميع الأدوية والمستلزمات ما فيش أي نواقص فيها فيه تردد شايفينه كتير عشان طبعا الناس راجع بعد المشاعر وبعد المجهود وفرنا فحص الكورونا الربد أنتجين وكنا جايبين معانو مصر وإحنا جايين وفرناه في كل الأعيادات وفيه حالات الحالات اللي بتستدعي ان احنا نعمل لها فحص الكورونا بنعمل لها فحص الكورونا في المستشفيات 25 حالة تم حجزهم قرج منهم 11 حالة وابقى 14 حالة في المستشفيات حالتهم الحمد لله كويسة وفي تحسن وتم الإجراء الطبي اللي يهم الجراحي بس هم تحت المتابعة في المستشفيات كما تم تزويد الأيادات كافة بالمستلزمات الطبية والدوائية التي تتوافق مع طبيعة الحالات المرضية لهذا الحدث الجلل جهزنا كل الحاجات الخاصة بالتوفيق بتاع الحجاج من الميناء الحاجات الخاصة بالألام العظم الإسهال كل الحاجات الخاصة العدوى البكترية التي تدار تعالجه بها الحمد لله وفرناه الحالات معظمها إجهاد ونزلات برد نتيجة للجهد البدني لضيوف الرحمن خلال الرحلة المقدسة ألم في العدرات في نتيجة المناسك وأزمات تنفسية من الإجهاد الحصل في الحج وبعض الألتهابات في العيون وطبعا من المشي المتواصل طبعا في حصل ألم في القدمين بس الحمد لله قادرنا أن نتعامل مع كل الحالات قبول واستحسان من قبل الحجاج لما يقدم لهم من خدمات علاجية على مدار الساعة بصراحة دي كذا مرة جيت أخد علاج أنا وزوجتي والناس كتيرة معنا في البعث فالناس متوفرة تقريبا موجودين تقريبا لـ 24 ساعة الحمد لله رب العالمين ما حدش يوصي في إحساس الحج طبعا الحمد لله رب العالمين كناش نحلم باللي احنا فيه ده والبعثة الطبية بسم الله ما شاء الله ربنا يبرك له بعثة الطبية أحسن حاجة وأحسن تنظيم وفيه ما بتأخروش علينا في حاجة بصراحة يعني مع استئناف عمل العيادات الطبية أطباء البعثة يعملون بلا كالل أو ملل لتقديم الخدمة العلاجية لديوف الرحمن فالكل يعمل في منظومة متناغمة ليكون عند مستوى الحدث محمد حلمي التلفزيون المصري توصلت احتفالات المواطنين برابع أيام عيد الأطحى المبارك وشهدت حديقة الحيوان بالجيزة إقبالا كبيرا من الزوار حيث تعد الحديقة متنفسا لكثير من الأسر والعائلات لقضاء إجازة العيد أحمد الحسيني والمزيد في هذا التقرير إقبال كبير من المواطنين على حديقة الحيوان بالجيزة خلال رابع أيام عيد الأطحى المبارك حيث توفد الجمهور على زيارة الحيوانات البرية والسباع والجبلاية وبيت الشامبانزي وبحيرة البجع بالإضافة إلى الزرافات ووجود وسائل ترفيه لزوار الحديقة حيث اتخذت الحديقة مجموعة من الاستعدادات لاستقبل الجمهور خلال العيد حصل خطة اكسار الحيوانات اللي موجودة عندنا فيه ولادات فيه زيادة في بعض الأنواع الهمة جدا وإدرنا نستغل الزيادة دي فيه نحن نجيب برضو حيوانات مش موجودة عندنا بأسلوب مبتكر هو أسلوب البدل إدرنا نجيب الزراف سبع البحر فالحمد الله المجموعة الحيوانية كلها مكتملة الفترة اللي فاتت عملنا جهد كبير في الموضوع ده البدلات المائية في منطقة البحيرات شهدت أقبالا كبيرا خلال اليوم الرابع من العيد فضلا عن تمتع زوار الحديقة بخدمة التنقل داخل الحديقة عن طريق الطفطف وعربات كهربائية لإطفاء البهجة والسعادة على الزوار والمواطنين جاءت فسح وقضي يوم جميل كده كل سنة حضركم طيبين وصراحة حاجات كويسة هنا ومتمام يعني شوف المغازة تعبين والأسود والحيوانات المغازة وقضي يوم جميل كده في الجنين حديقة الحوانة يعني من المناطق الجميلة اللي هي الواحد يخرج ويتمتع منا فيها من الأولاد وكده ومكان عائلية وكده عجب ننزم الحديقة يعني وكده برتاح فيها يعني بحبها بفسحها مع الروم اللقصدة والنمر والحاجات دي يعني ده اتفرج على حديقة الحوانة اتفرجت على اللامة والزرافة والنعمة ماشي والحوز الحمار لمازل خطط والحصان الجميل اللي ورا من هنا ده وشفت انها عامة وشفت الهورس والهورس اتنين برضو والبيض والبجعة ويحب الجنينة الحيوانات دي مرة رحتها جيت فعل غرلات والحاجات حيوانات حلوة فكرة ممتازة لنا ان احنا اخذنا قرار واجينا هنا وكانت اول مرة بالنسبة لنا وفي منتهى السعادة ان احنا هنا والولاد طبعا مبسطين وكانت المسطحات القدراء داخل الحديقة متنفسا للزوار حيث قامت شركة النظافة باعمال المتابعة لاطفاء النظافة العامة على الحديقة والاستمتاع بالمقاعد وموائد الطعام التي تم زيادة اعدادها لتواصل الحديقة تقديم خدماتها المميزة للجمهور في المناسبات والعطلات الرسمية احمد الحسيني التلفزيون المصري فرحة غامرة تمتلئ بها الشوارع والميدين والحضائق احتفالا بعيد الاطحى المبارك وفي حديقة الارمان الشهيرة بقاهرة تم الاستعداد بشكل مكثف لاستقبال الزائرين وللمزيد نتابع التقرير التالي بالسعادة والبهجة استقبلت حديقة الارمان زوارها ما بين تنزه والعاب مع مراعاة كافة الاجراءات للحفاظ على سلامة الجميع احنا عندنا في ملاهي الاطفال هنا زي ما قلنا دلوقتي نحن بعملها سيونة وكذا الملاهي دي شغالة طبعا ترفيها للاطفال وفيها عندنا كافيتيريا في عندنا اهم حاجة طبعا لها زي ما بيقولوا سرعة الهوى عندنا اشجار والناس بتتظل بالاشجار المساحات الخضراء الوسعة لان في الزائر بتاع الحديقة ببقى داخل هو داخل استمتع بالجو فده بنحاول نوفره له من خلال المظهر الجمالي الاسر افترشت ارض الحديقة فيما فضل الاطفال اللعب والاستمتاع بالتقس الجيد لمشاهدة النباتات المختلفة صراحة احنا بنحبها لازم يعني اما باي قلنا نروح حديقة تانية نقول له لا احنا بنحب الأرمان مكان هادي وكده وبندخل اللعب وبنصور فيما كان جميل للصور كمان كده انا جاي تفسح مع الازهار ما بتبقى الزحمة او في العيد بس بتبقى جميلة وما فيهاش ناس كتير او لازم اكون موجودة كل سنة جنينة فيها امن وامان وتقدر تسيب اولادك براحتهم يلعبوا براحتهم مفيش حد بيقولك لأ اكرة لأ او مش منعين اي حاجة الملاهي كويسة وفيها ناس انا من الحضائق الكويسة اللي فيها امان للأولاد بتبقى قاعدوا متطمن حواليك التأمين كامل من الامن بتاع الجنينة نظافة كويسة مكان كويس بنحاول بقدر امكان نستثمر الوقت بتاعنا في مكان يكون فيه امان للأولاد دايما انا بحب اجي حديقة الورمان في غير في العيد بس نظيفة وهدية جميلة جدا مهتمين بها في كل حاجة ما شاء الله حماماتها الاماكن بتاعتها نظيفة جدا فانا دايما خلال السنة كمان كلها غير العيد بحب ان انا اخارك فيها ولادي وانا دايما باجي فيها ان شاء الله تعد حديقة الورمان مقصد اساسي لعشاق الحضائق العامة خلال ايام عيد الاضحى المبارك بعد استعدادات كثيرة لتضمن نزهة ممتعة وساحرة تستمر احتفالات المواطنين بعيد الاضحى المبارك من خلال الحدائق والمتنزهات المنتشرة بجميع المحافظات وفي محافظة القاهرة فتحت حديقة العبور بمنطقة الزمالك ابوابها للجماهير منذ سابع صباحا وحتى منتصف الليل نتابع المزيد في رابع ايام عيد الاضحى المبارك تستمر احتفالات المواطنين ويظهر ذلك في مختلف الحضائق والمتنزهات والتي فتحت ابوابها لاستقبال الجماهير ومن بين هذه الحضائق حديقة العبور بمنطقة الزمالك يقبل بيبقى بالنهار زمان شايف كده ضعيف عشان الدنيا حر كمان بس اخر النهار الوضع بتغير تماما يعني في الطول كله حوالي 200 متر في 20 متر وهو شريط كده جميل على البحر حديقة العبور تقع في قلب منطقة الزمالك على مساحة 4000 متر مربع وتتميزوا بالمساحات الخضراء بالاضافة الى توفر اماكن للجلوس وممارسة الرياضة الى جانب ملاعب للاطفال والعاب طرفيهية انا جيت ربع يوم عيد لاني الجو حلو ولقيتها حاجة كويسة وبالنسبة اللي هو النيل وهدوء حديقة هادية جدا وحلوة المكان هادي وجو رايق والنيل جميل جدا والخروج دلوقتي احسن من الزحم بالليل فجو حلو جدا هنا اجواء احتفالية لا تتوقف على مدار ايام عيد الاطحى المبارك وذلك وسط اجراءات تتخذ للتأكد من جهزية مختلف الحضائق والمتنزهات لاستقبال المواطنين من الساعة السابعة صباحا وحتى منتصف الليل احتفل المآد من ابناء محافظة السويس بعيد الاطحى المبارك على انغام آلة السمسمية على رمال شاطئ السويس وعمت حالته من البهجة بين الحضور وتغنوا باغنيات تراثية تمثل طبيعة مدينة السويس الباسلة وقال شعبان حمدان مدير مشروع الشليهات والشواطئ ان محافظ السويس عبد المجيد سقر قدم كافة التسهيلات لإقامة الحفلة لإسعاد المواطنين في إطار تفعيل الدور الإنساني والاجتماعي لوزارة الداخلية وتحت مظلت مبادرة كلنا واحد تحت رعاية رئيس الجمهورية حارصت الوزارة على توجيه مأموريات لعدد من دور رعاية الأيتام وذو الهمم وعدد من المستشفيات في مختلف المحافظات لمشاركتهم لاحتفال بعيد الاطحى المبارك وتخللت تلك الزيارات توزيع ملابس العيد والهدايا العينية على الأطفال بدور رعاية الأيتام والمرضى بالمستشفيات وهو ما استقبلوه بفرحة وترحاب كبير في ظل حرص الوزارة الدائم على تقديم الدعم والمساندة لهم قصر الأمل ده مش مجرد شعار لكن حقيقة وباختصار مش بس حاسس بالحياة فيها وليها ده أنا قلبي حاسس بالأمان بوجودي فيها في إطار تفعيل الدور الإنساني والاجتماعي لوزارة الداخلية وتحت مظلة مبادرة كلنا واحد تحت رعاية السيد الرئيس الجمهورية حرصت الوزارة على توجيه مأموريات لزيارة عدد من دور رعاية الأيتام وزوي الهمم والمسنين وعدد من المستشفيات في مختلف المحافظات لمشاركتهم لاحتفال بعيد الأطحى المبارك أنا موجود في وسط الخل لي طاولي مجهود وحظ الحلوكم بينكم ولي وجود احنا النهاردة مبسوطين جداً بتشريف ضباط من وزارة الداخلية لينا وهم عاموا بتوزيع ملابس ولعب على الأطفال والأطفال مبسوطين جداً احنا مبسوطين والزباط جاه ودينا هداية هدوم الزبط زداني مسدس وهدوم وأنا مبسوط وكل سنة والطاعة هذا النور اللي جواي ينور ليك كل مكان تخلل تلك الزيارات توزيع ملابس العيد والهدايا العينية على الأطفال بدور رعاية الأيتام والمرضى بالمستشفيات وهو ما استقبلوه بفرحة وترحاب كبيرين في ظل حرص الوزارة الدائمة على تقديم الدعم والمساندة لهم فجئنا بالزيارة طيبة من وزارة الداخلية بتوريحات من فخامة الريس للمعيدة على المرضى وتقديم الهدايا ليهم وكان حدث طيب أدخل السرور على المرضى وفرحانا بالزيارتكم فعلاً والله جاد بفرحان بيهم وأشكركم والله على الزيارة الجميلة وعلى زوءكم بله يبرك لكم يا رب ويبرك لسيارة الرئيس لبعث لنا سلام وطهينا وشكراً جزينا ليكم وأنتو طيبين وبخير وسعادة ربنا يا رب كده يجعل مصر دائماً بخير وسعادة يا رب إن شاء الله عندي أمن فيكم وبيكم نبني عزيمة وعمل إيدك في إيدي بحبنا تبقى جنة مش بس غن وده نور جديد بدايته بنا وتحرص وزارة الداخلية على استمرارية هذه الزيارات تأكيداً على أهمية تقديم الدعم لهم وتعزيزاً لروح المشاركة مع كافة الفئات في الأعياد والمناسبات جابوا اللعب وهدايا للأطفال في وحدة علاج اليوم الواحد وده شيء شأنه أنه هو يعني بيفرح الأطفال وبيبسطهم نشكر وزارة الداخلية على الاهتمام وأنهما بيجوا داماً يفرح الأطفال وبيبسطهم وبينسونيش انبسطت جداً بالهدايا شكراً جداً وكل صانع تفضل المعارضة الصباكو والدولة دي شلعية سامت يا ريز باب قصر الأمان ده مش مجرد شعار لكن حقيقة وباختصار مش بس حاسس بالحياة فيها وليها ده أنا قلبي حاسس بالأمان بوجودي فيها هكذا تستقبل وزارة الداخلية العيد برسم الفرحة على وجوه الأطفال والمرضى بالمستشفيات من خلال مبادراتها المجتمعية والإنسانية لتوزيع الهدايا عليهم ودعمهم باستمرار وصلت وزارة الداخلية حملتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي وتمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 403 قضايا تموينية تم ضبط قرابة 27 طن أما في مجال قضايا المخابس تم ضبط 502 قضية من بينها 96 قضية خبز نقص الوزن و107 قضايا خبز غير مطابق للمواصفات وفي مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة التوريد وتدول القمح المحلي تم ضبط 9 قضايا بمضبوطات بلغت قرابة 30 طن من الأقماح المحلية إلى تطورات الأزمة الأوكرانية حيث أعلن المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف أنه لا مناقشات حول استئناف مباحثات السلام مع أوكرانيا من جانب آخر أكد بيسكوف أن العملية العسكرية الروسية غير موجهة ضد الشعب الأوكراني وجاء ذلك ردا على ما إذا كان كريملين يوافق على تقييم وزارة الخارجية الأوكرانية لمرسوم الرئيس بوتين بشأن تبسيط إجراءات الحصول على الجنسية الروسية بأنه تعدي على سيادة وسلامة الأراضي الأوكرانية وتبع بيسكوف بأن عددا كبيرا من المواطنين الأوكرانيين ضد النظام ويريدون أن يصبحوا مواطنين روس وهو ما يجعل مرسوم الرئيس بوتين مهما للغاية بالنسبة للكثيرين وكان بوتين قد وقع مرسوما بشأن تبسيط إجراءات الحصول على الجنسية الروسية لمواطني دونيتسيك ولوهانسك أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوات الساروخية استهدفت بصواريخ إسكندر تمركزا لقوات الأوكرانية في أوديسا مما أسفر عن تدمير منصة إطلاق الصواريخ خارب الأمريكية المضادة للسفن وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف إن ضربات بصواريخ عالية الدقة أسفرت عن مقتل نحو 200 عنصر من القوات الأوكرانية بالإضافة إلى تدمير 26 آلية عسكرية في مناطق بدونسك خلال اليوم الماضي أعلنت مؤسسة الفضاء الروسية إجراء اختبارات جديدة للصاروخ الباليستي العابر للقارات سارمات وقالت المؤسسة الروسية أن الصاروخ الباليستي أقوى صاروخ نووي بعيد المدى في العالم يجرى إعداده لاختبارات جديدة هذا كان رئيس الروسي فلاذيمير بوتن قد أعلن في 21 يونيو الماضي أن صاروخ سارمات سوف يدخل الخدمة في قوات المسلحة الروسية نهاية العام الجاري كشفت البحرية الأوكرانية أن قوات الروسية تواصل الاحتفاظة بالسبع سفن حربية مسلحة بالزواريخ كاليبر كروز في البحر الأسود وأضحت البحرية الأوكرانية أن موسكو تستعد لتنفيذ ضربات صاروخية كما تواصل السيطرة على الاتصالات البحرية في بحر أزوف أعلنت الإدارة التي عينتها روسيا في منطقة خرسون جنوبي أوكرانيا مقتل سبعة أشخاص وإصابة سبعين شخصا في هجوم صاروخي شنته القوات الأوكرانية على بلدة نوفا كاخوفاك وقال مسؤولنا الروس أن أوكرانيا نفذت الضربة بصواريخ هيمارس التي زودتها بها الولايات المتحدة ودمرت مستودعات تحتوي على نيترات السوديوم وقالت أوكرانيا أنها تتوقع هجوما جديدا من أقوات البرية الروسية في عقاب قصف مكثف على نطاق واسع أصفرها عن مقتل ثلاثين شخصا تتواصل الحرب الروسية الأوكرانية على المستويات كافة السياسية والاقتصادية بين روسيا وأوكرانيا أو بين روسيا والغرب وتتواصل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا للسيطرة على إقليم دونباس في ظل سعي الغرب لزيادة إمداداته من الأسلحة لكييف والضغط باتجاه إطالة أمد النزاع يأتي هذا فيما تتوقع أوكرانيا هجوما جديدا للجيش الروسي على مدن استراتيجية في منطقة دونباس الشرقية التي تعتبرها موسكو هدفا ذا أولوية ميدانيا يترقب الأوكرانيون معارك محتدمة في منطقة دونستيك في دونباس وحذرت رئاسة الأرقان الأوكرانية من أن هناك مؤشرات إلى أن الوحدات الروسية تستعد لتكثيف العمليات القتالية باتجاه كراماتورسك وبخموت وتعتبر كراماتورسك وهي المركز الإداري لدونباس ولا تزال تحت السيطرة الأوكرانية وكذلك مدينة سلوفيانيسك المجاورة الهدفين المقبلين للجيش الروسي في خطته للسيطرة الكاملة على دونباس بعد أربعة أشهر ونصف الشهر من بدء غزو أوكرانيا واستحدث الجيش الأوكراني عن عمليات قصف كثيفة في كافة أنحاء شرق أوكرانيا أشار أيضا إلى فترة توقف للعمليات البرية الروسية على خط الموازن أكد الأمين العام لمجلس الأمن والدفاع الأوكراني أن التفوق العددية للجيش الروسي يتم تعويضه بدقة الصواريخ والمدفعية التي تملكها أوكرانيا يأتي ذلك في وقت ناشد فيه وزير الخارجية الأوكراني ديمترو كوليبة الغرب بمنح كييف مزيد من الأسلحة الثقيلة ردا على قرار بوتين بشأن منح الجنسية الروسية للأوكرانيين ومن الوضع العسكري إلى التدهور الاقتصادي الذي تشهده القارة العجوز والذي تسرب بالتباعية لباقي دول العالم حيث حذرت النقابة الألمانية من خسارة ملايين الوظائف للأبد إذ استمر نقص إمدادات الغاز الروسي في الوقت الذي لا تزال فيه أزمة صادرات الحبوب الأوكرانية دون حل ما ينعكس بالسلب على أسعار المواد الغذائية عالميا ذكر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن أكثر من خمسة ألاف مدني قتلوا في أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير مضيفا أن العدد الحقيقي للقتل أعلى من ذلك بكثير وقالت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التي لديها العشرات من مراقب حقوق الإنسان في أوكرانيا في تحديثها الأسبوعي قالت أن خمسة ألاف وأربعة وعشرين شخصا قتلوا وأصيب ستة ألاف وخمسمائة وعشرون آخرون أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي عن تخصيص مليار يورو من المساعدات المالية الإضافية الكلية لأوكرانيا لتلبية احتياجات البلاد ذات الأولوية وأوضح الاتحاد أن إجمالية دعم المالية الكلي من الاتحاد الأوروبي إلى أوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية الروسية وصلها إلى 2.2 مليار يورو مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يزداد أكثر خلال الأشهر المقبلة وأتأتي المساعدات الأوروبية لأوكرانيا في شكل قرد طويل الأجل بشروط ميسرة للغاية وسيكون لها فترة إتاحة مدتها عام واحد وسيتم صرفها كدفعة واحدة يمكن تقسيمها إلى شريحة واحدة أو أكثر توقفت إمدادات الغاز في روسيا إلى ألمانيا لمدة 10 أيام لإجراء الصيانة في خط الأنبيب نورستريم 1 وقال وزير الاقتصاد الألماني أنه يتعين على البلاد مواجهة احتمال أن تعلق موسكو تدفقات الغاز عبر الخط إلى ما بعد فترة الصيانة المقررة في مواجهة قرار روسيا وقف ضخ الغاز بزعم إجراء أعمال الصيانة الدورية لخط نورستريم 1 بدأت ألمانيا تشكيل مجموعة أزمات ووضع خط الطوارئ لمواجهة الموقف خوفا من استمرار توقف ضخ الغاز حتى بعد انتهاء أعمال الصيانة ومن بين الأفقار المطروحة ما أعلنته إحدى المدن بولاية راينلاند لإنشاء قاعات حيث يمكن للمواطنين الذين لم يعودوا قادرين على تحمل تكاليف تدفئة منازلهم أن يحصلوا على قدر من الدفء وتستعد ألمانيا حاليا لجميع سيناريوهات الطوارئ لمواجهة الخريف والشتاء المقبلين ومع نفي الكريملين المزاعم بأن روسيا تستخدم النفط والغاز لممارسة ضغوط سياسية قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابك إنه يتعين على البلاد مواجهة احتمال أن تعلق موسكو تدفقات الغاز عبر نورد السريم 1 إلى ما بعد فترة الصيانة المقررة وهناك خطوط أنابيب كبيرة أخرى تنقل الغاز من روسيا إلى أوروبا لكن التدفقات بدأت في الانخفاض تدريجيا خاصة بعد أن أوقفت أوكرانيا أحد خطوط نقل الغاز في مايو الماضي وألقت باللوم في ذلك على التحرك الروسي كما قطعت روسيا إمداداتها من الغاز تماما عن عدة دول أوروبية لم تمتثل لمطلبها بدفع المقابل بالروبل قال وزير المالية الروسي أنتون سيلوانوف إن قرار شركة جازبروم بعدم توزيع أرباح الأسهم هو أمر مؤقت وأوضح الوزير أن الرفض المؤقت لتوزيع الأرباح لا يعني أن هذه الممارسة ستستمر خلال السنوات المقبلة إذ يتعين على المساهمين أن يدركوا أن الحفاظ على الموارد لتنمية الاستثمار سيمنحهم المزيد من الفرص للحصول على عوائد جيدة في المستقبل أكد المستشار النمسوي كارل نيهمر أن الاتحاد الأوروبي يستعد جيدا لسيناريو لم تعد فيه روسيا تزود أوروبا بالغاز وأشار نيهمر إلى أنه رغم الارتفاع الحاد في الأسعار إلا أنه يرفض تحديد سقف لأسعار الطاقة مشيرا إلى أهمية اجتماع مجلس وزراء مالية الاتحاد الأوروبي في بروكسل لمناقشة أزمة الطاقة موضحا أن بلاده تستعد جيدا للوضع المضطرب في أسواق الطاقة وتتعامل مع حقيقة غياب روسيا عن تزويد أوروبا بالغاز بحث وزير المالي الياباني مع وزيرة الخزانة الأمريكية جاني تيلين تحديد سقف لأسعار النفط الروسي وذكرت كالة أبا كيودو اليابانية أنه مع احتمال أن يحد سقف الأسعار من قدرة روسيا على الإنفاق على قواتها المسلحة ناقش المسؤولين الصيني والأمريكي الخطوات نحو كبح الزيادة في أسعار الطاقة والغذاء التي دفعتها الأزمة الأوكرانية انخفض سعر صرف اليورو 12% منذ بداية العام أمام الدولار الأمريكي حيث سجلت العملتان فرقا أقل من سنت واحد لأول مرة منذ عشرين عاما وسجل اليورو 1.4 ألف دولار وسط مخاوف من حدوث ركود اقتصادي في القارة بسبب ارتفاع معدلات التضخم وعدم اليقين بشأن إمدادات الطاقة بسبب حرب روسيا في أوكرانيا قالت مديرة وكالة مراقبة حدود الاتحاد الأوروبي آيالا كينايا إن الاتحاد كان مستعدا بشكل جيد للاجئين القادمين من أوكرانيا لكنها شددت في الوقت نفسه على ضرورة استعداد الاتحاد لاستقبال لاجئين وافدين من مناطق أخرى بسبب عدم الأمن الغذائي لافتة إلى أن صعوبة نقل القامح من أوكرانيا سيؤدي إلى موجات من الهجرة وصلت الأسهم الأوروبية خسائرها للجلسة الثانية على التوالي متأثرة بمخاوف من نقص إمدادات الطاقة في حين فاقم الارتفاع ارتفاع إصابات بكوفيد-19 في الصين من مخاوف حدوث ركود اقتصادي عالمي وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 6 من 10% وشمل الهبوط أغلب القطاعات مثل رعاية الصحية والتكنولوجيا والمنتجات الفاخرة وحقق قطاع النفط مكاسب ضئيلة ترجعت الأسهم اليابانية بجلسة اليوم مع ارتفاع الإصابات المحلية بكوفيد-19 مما أثار مخاوف من حدوث ركود هذا وأغلق المؤشر نيكي منخفضا 71% عند 26336 نقطة بعد أن خسر ما يصل إلى 91% وتراجع المؤشر توبيكس الأوسع نطاقا 61 من 100% السادسة مستمرة وتتابعون فيها منظمة الصحة العالمية تقول إن جائحة كورونا ما زالت تمثل حالة طوارئ صحية على مستوى العالم قالت منظمة الصحة العالمية إن فيروس كورونا ما يزال يمثل حالة طوارئ بعد نحو عامين ونصف العام من الإعلان عن اكتشافه لأول مرة وقالت لجنة الطوارئ المكونة من خبراء مستقلين في بيان إن الحالات المتزايدة والتطور الفيروسي المستمر والضغط على الخدمات الصحية في عدد من البلدان يعني أن الوضع لا يزال طارئا وجاء في البيان أن الحالات التي أبلغت بها منظمة الصحة العالمية ارتفعت 30% في الأسبوعين الماضيين ذكرت جامعة جونس هوبكنز الأمريكية أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا حول العالم ارتفعت إلى 556 مليون و532 ألفا وتسعمائة وثمان وسبعين إصابة وأفادت الجامعة في أحدث إحصائية نشرتها بأن إجمالية الوفيات جراء الإصابة بفيروس حول العالم ارتفع إلى 6 ملايين و352 ألف وتسعمائة وعشرين حالة وفا ووفقا لأحدث البيانات تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بأكثر من مليون حالة وفا تلتها البرازيل في المرتبة الثانية ب673 ألف و758 وفا ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة بإجمالي 525 ألف و474 وفا ارتفعت معدلات الإصابة بفيروس كورونا في بلجيكا منذ بداية الشهر الجريب بنسبة 39% وأعلن معهد الصحة العام في بلجيكا وجود 1951 حالة إصابة بالفيروس في المستشفيات بينهم 88 مصابا في العناية المركزة وأشار المعهد إلى أنه منذ ظهور الوباء في بلجيكا توفي 32 ألفا و15 شخصا حتى الآن فيما بلغ إجمالي حالات الإصابة 4 ملايين و32 ألف إصابة بدورها فرضت الصين إغلاقا عاما لمدة ثلاثة أيام على مدينة ووجانج الواقعة في مقاطعة خنان بوسط البلاد والتي يسكنها 320 ألف نسمة بعد تسجيل إصابة واحدة بكورونا في وقت تواجه الدولة الأسوية العملاقة طفرة جديدة محدودة بالإصابات وفي المقاطعة نفسها أعلنت مدينة جومديان فرض حظر صحي لثلاثة أيام على سكانها الذين يصل عددهم إلى 7 ملايين شخص تقريبا بعد تسجيل إصابتين بالفيروس أعلنت هيئة حماية المستهلك الروسية اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس جدر القرضة في البلاد وذكر بيان للهيئة أنه جرس اكتشاف المرض لدى شاب عاد من رحلة إلى أوروبا وتقدم إلى منشأة طبية لإصابته بطفح جلدي ووضحت الهيئة الروسية أن الإصابة خفيفة ولا يوجد خطر على حياة المريض حيث تم عزله في مؤسسة طبية للأمراض المعدية طالبت رئيسة وزراء فرنسا إليزابيت بورن أعضاء حكومتها للتحرك لموجهة تدعيات موجة الحر التي تكتاح البلاد وأعلنت مصلحة الأرصاد الجوية الفرنسية تجاوز درجات الحرارة 30 درجة مئوية في جزء كبير من البلاد مع إمكان تسجيل 39 درجة مئوية في بعض المناطق وذلك اعتبارا من اليوم أعلنت الصين تخصيص 270 مليون يوان أي ما يوازي 40 مليون دولار للإغاثة لمساعدة الحكومات المحلية في أعمال السيطرة على الفيضانات والإغاثة من الجفاف وأشارت وزارة المالية الصينية إلى أنه تم تخصيص أموال الطوارئ من قبل وزارة المالية ووزارة إدارة الطوارئ مضيفة أن نحو 200 مليون يوان خصصت ليس لست مناطق على مستوى المقاطعات هذا وتتعرض عشرات المدن الصينية لموقع حرارة شديدة دفعت السكان للفرار إلى الملاقع تحت الأرض بحثا عن البرودة ورفعت 68 مدينة بما في ذلك شنغهاي ونانجينغ القريبة منها مستوى التحذير إلى اللون الأحمر وهي الدرجة الأعلى في نظام التحذير من الموقات الحارة وحذرت شنغهاي التي ما تزال تكافح تفشي مرض كورونا سكانها البالغ عددهم 25 مليون نسمة وطلبت منهم الاستعداد للتقس الحار هذا الأسبوع ومن الصين إلى إسبانيا حيث تشهد البلاد موجة حر شديدة مع تخطي درجات الحرارة 43 درجة ماءوية في ثانية موجة حرة تشهدها البلاد هذا العام وقالت هيئة الأرصاد الجوية الرسمية أن الموجة الحرة ربما تستمر حتى الرابع عشر من يوليو تحت لهيب شمس حارقة وغير اعتيادية يحاول هؤلاء الإسبان التأقلم مع موجة حر شديدة بالذهاب للمنتزهات أو الشواطئ أو حتى احتساء المشروبات الباردة لمواجهة درجات الحرارة التي وصلت إلى 43 درجة ماءوية هيئة الأرصاد الجوية الإسبانية توقعت أن تستمر هذه الموجة حتى الرابع عشر من يوليو قائلة إن أشعة الشمس الحارة جاءت مصحوبة بتيار هواء ساخن قادم من شمال أفريقيا وهو ما أدى إلى ارتفاع درجات الحرارة وأضافت الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة ربما تصل إلى 44 درجة ماءوية وذلك في عدة مناطق بجنوب البلاد مثل قرطبة في حين قد تصل إلى 42 درجة ماءوية في مناطق بوسط إسبانيا وغربها خلال الأيام القادمة كما نصحت هيئة الأرصاد الإسبانية المواطنين بعدم الإفراط في ممارسة النشاط البدني وحذرت من أن خطر اندلاع حرائق الغابات خلال الموجة الحارة قد يتزايد وكانت إسبانيا قد شهدت موجة حارة في يونيو الماضي هي الأولى في مثل هذا التوقيت وذلك منذ عام 1981 وفقا لمكتب الأرصاد الجوية الحكومية هذا وتكتاح أنحاء أوروبا موجة من درجات الحرارة المرتفعة حيث تسيطر منطقة للضغط العالي على الغلاف الجوي فيما يسمى أحيانا بالقبة الحرارية أعلن نائب رئيس الوزراء البريطاني دومينيك راب ووزير النقل جراند شابس دعمهما لحملة وزير الخزانة السابق ريشي سوناك ليكون رئيس الوزراء المقبل وقال راب في أثناء تقديم سوناك في حفل إطلاق حملته إنه يعلم أن ريشي لديه ما يلزم لتوفير القيادة التي يحتاجها لتوجيه البلاد خلال الأوقات الاقتصادية الصعبة وأعلن شابس على تويتر أنه تخلى عن محاولته المنافسة على منصب رئيس الوزراء قائلا إن سوناك لديه الكفاءة والخبرة لقيادة البلاد حضر آلاف الأشخاص مرور موكب جنازة رئيس الوزراء الياباني السابق شنزو آبي الذي اقتيل الجمعة الماضي من أمام مقارات تحمل قيمة رمزية في توكيو جاء ذلك بعد إقامة مراسم الجنازة بحضور الرئيس الوزراء الحالي فوميو كيشيدا وتوجه عدد كبير من الأشخاص بشكل عفوي منذ الصباح إلى أمام المعبد تكريما للقيادي الذي أثار اغتياله صدمة كبيرة في البلاد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر كشفت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا عن أعمق وأدق صورة بالأشعة تحت الحمراء للكون البعيد حتى الآن جاء ذلك بعد إعلان الوكالة عن نجاح التليسكوب جيمس ويب وهو أكبر تليسكوب صنعه الإنسان في التقاط صورة دقيقة للكون بعد ستة أشهر من إطلاق جيمس ويب أقوى تليسكوب فضائي على الإطلاق نشرت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا أعمق صورة للكون على الإطلاق يتم التقاطها بالأشعة تحت الحمراء الصور التي أظهرتها عدسة التليسكوب الفضائي كانت عبارة عن آلاف المجرات التي تشكلت بعد الانفجار العظيم قبل أكثر من 13 مليار عام وفي حفل أقيم بالبيت الأبيض ونشرت خلاله باقورة حصاد التليسكوب الفضائي قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن هذه الصورة العلمية والملونة هي الأولى من نوعها وتمثل يوما تاريخيا وكالة الفضاء الأمريكية ناسا قالت إن هذه الصور هي الأكثر عمقا والأكثر وضوحا التي تلتقت للكون حتى اليوم وإن المنطقة التي تغطيها الصورة تشمل جزءا ضئيلا من الكون ولا تستطيع العين البشرية رؤية الأشعة تحت الحمراء لكن التليسكوب جيمس ويب مجهز بتقنيات تمكنه من ذلك قال وزير التنمية المحلية محمود شعراوي إن استراتيجية الوزارة الرقمية تشمل ثلاثة محاول رئيسية هي بناء قدرات وكفاءات الرقمية والتوطيق الإلكتروني والتحول الرقمي وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه تم إنشاء الخريطة الاستثمارية للمناطق الصناعية بالمشاركة مع المحافظات والهيئة العامة للتنمية الصناعية والمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة باستكمال البيانات اللازمة لقطع الأراضي الشاغرة لعدد 70 منطقة صناعية والمقترح طرحها على المستثمرين بالمناطق الصناعية التابعة للمحافظات وتم تجميعها ووضعها على الخريطة الاستثمارية في السياق متصل قال وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملة إن قطاع البترول منفتح على التوسع في تطبيق التحول الرقمي في كافة أنشطته وخاصة في منظومة توزيع الوقود وأوضح وزير البترول أن التحول الرقمي في محطات تموين السيارات بالوقود يمضي في أكثر من اتجاه وفق استراتيجية الوزارة سواء من خلال رقمانة منظومة العمل بالمحطات بواسطة الحلول والتقنيات الحديثة التي ترفع كفاءة وسرعة التشغيل بالمحطات ومنظومة توزيع الوقود للمستهلكين أو التوسع في تقديم الخدمات الرقمية الخاصة بتيسير التعاملات المالية للمواطنين كشف أحدث تقرير انطلقته نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة حول مؤشرات أداء مصلحة الرقابة الصناعية خلال النصف الأول من العام 2022 من يناير إلى يونيو وأكد التقرير أن المصلحة قامت بإجراء 7068 حملة تفتيشية على المصانع والمراجل ومراكز الخدمة والصيانة وقال رئيس مصلحة الرقابة الصناعية عبد الرؤوف أحمدي إن المصلحة تقوم بدور فعال ومحوري في تعزيز منظومة الرقابة على المصانع وعمليات التصنيع للتأكد من مدى التزاميها بتطبيق أعلى معايير الجودة المعتمدة محليا وعالميا مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة مستويات سطح البحر في إحدى جزر كوبا تتحرك السلاحف البحرية سعيا إلى شواطئ مناسبة أكثر لوضع بيضها لكن تراكم التلال من عشاب السرجسوم البحرية على الرمال يغلق طريق السلاحف إلى أماكن تعشيشها مما يثبت أن تغير المناخ يفاقم مشاكل جديدة للسلاحف حتى في البيئة التي لم يمتد إليها التطوير ونائية مثل جزيرة جوانا هاكابييس التي تقع عند أقصى الحافة الغربية لجزيرة كوبا ترجمة نانسي قنقر انتهت أخبارنا وبقي التذكير بالعنوين حجاج بيت الله الحرام ينهون نساكهم في ثالث أيام التشريق ويتوجهون لطواف الوداع الأمم المتحدة تعلن مقتل خمسة ألاف مدني منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا الاتحاد الأوروبي يخصص مليار يورو مساعدة مالية إضافية لأوكرانيا وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرة السادسة شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء